أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أهمية العمل المستمر لتطوير ودفع العلاقات المصرية الصينية جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لسفير الصين لياو لتشيانج وأكد المستشار عبدالرازق على المواقف الإيجابية للصين تجه القضايا المصرية مشيدا بتنصيق بين البلدين خلال مواجهة وباء كورونا وبالقمة العربية الصينية والتي عقدت في الرياض مؤخرا من جانبه أشار السفير الصيني إلى دور برلماني البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية مقترحا تشكيل جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ ونظيره الصينية لدعم التعاون البرلمانية